اشتركوا في القناة تشكل تأثيرات تغير المناخ تحديا حقيقيا يهدد السلام والاستقرار الدولي ومستقبل البشرية هذا ما شدد عليه جلالة الملك المعظم في رسالته السامية التي وجهها في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحمل هذا العام شعار صحافة من أجل الكوكب الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية وفي هذا الصدد أكد جلالته على محورية دور الصحافة في مساندة جهود الدول والحكومات لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي لا سيما في المجال البيئي من خلال دور الصحافة في رفع الوعي المحلي والعالمي من خلال نشر المعلومات والبيانات الصحيحة وتحفيز المجتمعات للمبادرة من أجل الحفاظ على البيئة العاهل المعظم أشار في رسالته السامية إلى مساعي مملكة البحرين في تعزيز التنمية المستدامة والاهتمام الكبير بقضايا البيئة والحفاظ عليها من خلال العديد من المبادرات والاستراتيجيات والخطط الوطنية منها الالتزام باتفاقية باريس بشأن خفض الانبعاثات وإطلاق خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياة الكربوني بحلول عام الفين وستين وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة وصندوق تكنولوجيا المناخ للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان وفي ظل دور الصحافة الوطنية أشار جلالته أيضا إلى جهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته لجهود الحكومة ومتابعته الحثيثة لما يتم بثله في سبيل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وفي رسالته السامية شدد جلالة الملك المعظم على مواصلة دعمه للجسم الصحفي والإعلام الوطني لمتابعة الاهتمام بقضايا البيئة وتعزيز الرسائل والمضامين التي ترتقي بوعي الفرد والمجتمع تجاه القضايا البيئية وتأثيراتها تماشيا مع ما تقوم به مملكة البحرين من خطوات في هذا المجال الحيوي لتحقيق البيئة المثلى لعيش الإنسان ترجمة نانسي قنقر